مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد والذي سنقوم فيه بتعلم كيفية عمل النقوش على الأسطح كالجذران مثلا أو الخشب أو الزجاج أو ما شابه اليوم سنقوم بعمل نقش على لوحة خشبية لكن قبل أن نبدأ أريد أن ننوها إلى أنه لدي كورس على منصة Udemy أقوم فيه بتعليم كل شيء عن برنامج انكسكيب هي عبارة عن سلسلة شاملة فيها أكثر من ستين فيديو أتصفح فيه كل أداة وميزة ووظيفة في برنامج انكسكيب وأشرح ما هي هذه الوظيفة وكيف تعمل ولماذا هي مفيدة سأضع لكم رابط الدورة في صندوق الوصف لمن أراد الالتحاق بها الآن نبدأ مع الدرس نقوم الآن باستيراد هذه الصورة هنا لاحظ هي عبارة عن لوحة خشبية لاحظ نقوم بعمل نقش عليها لدرجة أنه سيبدو حقيقيا ماذا نفعل الآن نقوم مثلا بكتابة مثلا هنا إنكسكيب هذه هي الكتابة التي سنقوم بنقشها هنا نغير الخط قليلا نريد خطا يعني يكون مناسبا مثلا هذا الخط أو لنقول خط آخر يعني يستعمله كثيرا خط السمر لاحظ هكذا نعطيه مثلا الهي في ثم نقوم بتكبيره قليلا هكذا هكذا أفضل الآن نبدأ في عمل التأثير أولا نحول هذه الكتابة إلى مسار بالضغط على object to path ثم نلغي تجمع هذه الحروف ثم نقوم بالذهب إلى القائمة المستدلة path والضغط على union حتى يجعله كتلة واحدة نعطيه مثلا اللون الأزرق هكذا ماذا نفعل الآن نقوم بعمل مستطيل هنا نعطيه اللون الأسود نرسله طرجة واحدة نحو الأسفل ثم نقوم بعمل نسخ لهذه الكتابة بالضغط على control D ثم الضغط على shift لتحديد هذا المستطيل هنا ثم نذهب إلى القائمة المستدلة path والضغط على difference لاحظ ثم نقوم بسحب هذا قليلا درجتين هكذا ثم الضغط على وعمل control D هكذا ثم الضغط على shift لتحديد المستطيل الأسود ثم نذهب إلى object clip set clip لاحظ هكذا نقوم بعمل تضليل أو بعض الضبابية لهذا لهذه الكتابة مثلا نعطيها القيمة مثلا هنا 10 لاحظ هكذا تبدو جيدة ثم نقوم بعمل duplicate مرة أخرى لكلمة escape بالضغط على control D لاحظ هكذا ثم نقوم بالضغط على shift وتحديد هذه اللوحة هنا ثم نقوم بالضغط على control D لنسخ هذه الكلمة لاحظ هنا نقوم بتحديد فقط هذه اللوحة هنا ثم الذهاب إلى extensions والذهاب إلى rest ثم الذهاب إلى هذا الخيار HSB adjust لاحظ هنا نعطيه مثلا رؤية حية لهذه الخشبة لاحظ هنا هكذا تظهر بهذا التأثير ننزل العتمة إلى 70 لاحظ هذه الخيارات ثم الضغط على apply ثم close الآن نقوم بتحديد كلمة escape ثم الضغط على shift وتحديد هذه اللوحة ثم الذهاب إلى القائمة المنسد إلى object ثم الذهاب إلى clip set clip لاحظ الآن أصبحت لدينا هذه نقوم بالضغط على shift لتحديد هذه الكلمة هنا ثم نذهب إلى أدات المحادات هكذا هكذا لتوسيطها لاحظ الآن نرسل هذه درجة واحدة نحو الأسفل حتى يبقى لنا تبقى لنا الكلمة هنا فوق ثم نقوم بعمل control D لهذه الكلمة مرة أخرى أسف عملها للتي تحتها الآن control D ثم نعطيه اللون الأبيض نحركها درجتين نحو الأسفل هكذا ثم نقوم بإرسالها درجة واحدة نحو الأسفل هكذا ثم نقوم بتحديد بالضغط على shift هكذا وتحديدهما معا التي باللون الأزرق والتي باللون الأبيض ثم الذهاب إلى القائمة المنسدلة path ثم الضغط على difference لاحظ الآن القضية قضية ترتيب ماذا نقوم بفعله الآن نقوم بتقليل لاحظ هنا لدينا opacity أو الشفافية التي باللون الأبيض 100% نقوم ب أعطيها القيمة مثلا 50 هكذا ثم نقوم بإرسال هذه خطوة نحو الأسفل هنا هكذا لاحظ الآن لدينا نقش مميز كأنها حقيقية ليس كذلك بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس آمل جدا أنكم قد استفدتم ألقاكم في درس آخر